في الوقت التي تتواصل فيه عمليات قسطرة قلب الأطفال المجانية وسط السودان بواسطة فريق طبي سعودي بإشراف رابطة العالم الإسلامي شرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تنفيذ حملة علاجية للعيون في الخرطوم وولايات البلاد الأخرى بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية الواحد واربعين حملة في أفريقيا وفي السودان تجاوزنا 16 حملة واليوم بدأنا في حملات جديدة في كل من مصطفى الخرطوم مصطفى مدرمان مصطفى مدني ومصطفى اللبيض إن شاء الله هذا يأتي في إطار استراتيجية للحملات الطوعية الطبية في جمهورية السودان فهناك بإذن الله حملات في مجال جراحة الكبد جراحة الكلا القلب أطفال ستتأتي قريبا وفي قابل الأيام الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الصحة ومفوضية العون الإنساني أثنت على العمل الإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية ومؤسسات المملكة الأخرى وكشفت أن العمليات التي تمت دون مقابل ساعدت المواطنين المرضى على العودة إلى حياتهم الطبيعية ليصبحوا منتجين لأسرهم وبلادهم تعيد البصر لأناس يحولين أسر وبعضهم تعتمد عليهم الأسر الاجتماعي كامل ويرجع أعضاء فاعلين في المجتمع والاقتصاد السوداني يستفيد منهم بدل يكون عندنا شخصين وثلاثة طالعين أو صايد الدورة الاقتصادية بتاعت البلد يرجعوا عشان يخشوا في الاقتصاد بتاع البلد والأسر تتماسك وتتجنب كثيرا من شرور الفغر والمسخبة يبتكر داجل عند الله كبير جدا أربعة مخيمات علاجية نفذت فيها أكثر من 1500 عملية مياه بيضاء كحصيلة للحملة الحالية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السودان حملة اجتملت على توزيع ألاف النظارات ومثلها من قطرات العيون ألاف العمليات المجانية للعيون نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية في السودان عمليات عززة لإبصار لدى الكثيرين ووفرت لهم أموالا كبيرة لصرفها على أولويات أخرى في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد لعي عبد الرحمن الإخبارية الخرطوم